أصدرت الإدارة العامة للتعليم الخاص في وزارة التربية الكويتية تعميما يؤكد أهمية عقد لقاءات دورية لجميع العاملين بالمدارس الخاصة الأجنبية لسيما الجدد منهم للتعريف بتعليم الدين الإسلامي الحنيف وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي المسلم ومسائل النظام والأداب العامة واعتبرت إدارة التعليم الخاص هذه اللقاءات شرطا من شروط النظر في منح موافقات العمل العاملين بالمدارس الخاصة الأجنبية يثبت إقامتها وتنظيم فعاليتها بموجب إقرار وتعهد مذيل بتوقيع العامل يفيد بخضوعه لبرنامج تدريبي تأهلي ودعت إلى أعداد دليل بالإرشادات للموضوعات المثيرة للجدل تضمن المدرسة من خلالها تحقق علم العامل بتعليم الدين الإسلامي وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي المسلم وبنظامه العام وبالأداب العامة له ونوهت للوزارة بأن مخالفة هذا التعميم تقتضي إنهاء الموافقة الممنوحة للعامل أين كانت صفته الوظيفية داخل المدرسة اشتركوا في القناة